اشتركوا في القناة قبل البداية ان شاء الله سأريكم المحاور التي سنتحدث عنها في هذه الدورة فاولا اخواني سوف نقوم بتعريف شامل لامازون كي دي بي ثم الادوات التي يجب ان نتوفر عليها للبداية الصحيحة في هذا المجال ثانيا نقوم بانشاء حساب امازون كي دي بي لان اليوم التسجيل مجانا ودون مراجعة غدا قد يكون كلام اخر وقد يضيق الخناق كما فعلت ايباي وبعض المجالات الاخرى ثالثا سوف نتحدث عن طريقة تصميم غلاف لكتابك باتباع بعض الاساليب الخاصة ثم رابعا سنتحدث عن طريقة تحميل محتوى لكتابك مجانا ودون حقوق ملكية ثم خامسا تصميم محتوى لكتابك خاص عن طريق بوير بوينت ثم سادسا سنتحدث عن طريقة الصحيحة للبحث عن النيش المربح ثم سابعا طرق تجنب حقوق الملكية وتامنا طرق تجنب العلامات المسجلة ترادماركس ثم ثم تامنا رفع اول كتاب على امازون كي دي بي ومن خلال هذا الدرس سوف نتحدث عن طريقة كتابة وإنشاء عنوان احترافي لكتابك وكتابة وإنشاء كلمات مفتاحية احترافية لكتابك وكذلك كتابة وإنشاء وصف احترافي لكتابك كذلك كانت هذه هي محاور الدورة الآن إن شاء الله سنبدأ مع أول محور وهو تعريف الشامل لأمازون كي دي بي فأولا أمازون كي دي بي هي عبارة عن تلخيص لكلمة وهي عبارة عن منصة لرفع الكتب تابعة لأمازون لا تقلق أخي الكريم فنحن هنا لا نتحدث عن كتب ذات المحتوى الأدبي أو الفلسفي بل فقط نتحدث عن الكتب ذات المحتوى القليل أو كما تسمى low content books فبعض الأنتلة لهذه النوعية من الكتب فمثلا هناك notebook أي مذكرة journals سودوكو colon books يعني هناك مجموعة كبيرة من هذه الأنواع من الكتب سنتحدث عليها إن شاء الله بكل تفصيل يعني هنا أخي الكريم في هذا المجال فنحن لا نهتم بكتابة نصص أدبية بل فقط نقوم بتصميم الغلاف الخاص بكتابنا بطريقة احترافية وكذلك إن شاء محتوى للكتاب وهذا سنشرحه في كل فيديو عن حدة حتى تتبين الفكرة الآن لا نريد أن نطلع الكلام كثيرا ونريد أن ندخل في صلب الموضوع فما هي الأدوات التي سيحتاجها للبداية فأول شيء مهم بالنسبة لنا هو أن نتوفر على حساب بنكي خاص بنا ومن الأحسن أن يكون بنك أجنبي بايونير فقبل بداية هذه الدورة طلبت من الأصدقاء عن طريق منشور رفعته على صفحتي في الفيسبوك أن يذهبوا إلى بايونير ويقوموا بإنشاء حساب ولمن لم يعرف طريقة إنشاء حساب بايونير فسأترك لكم في وصفي هذا الفيديو رابط خاص بالفيديو الخاص بكيفية إنشاء حساب بايونير وبعد توفرنا على حساب بنكي فيجب علينا كذلك أن نتوفر على حاسوب وأنترنت يعني هذه هما أهم الأشياء التي يجب علينا أن نتوفر عليها زائد ديرية ببعض البرامج التي سأذكرها لكم هنا كفوتوشوب إلستراتور وبوير بوينت ثم كانفا أخي الكريم لا داعية للقلق حتى إن لم تكن لك ديرية في هذه البرامج فسوف نبسط الأمور ونشرح طرق بسيطة لإنشاء كوفر أو غلاف خاص بكتابنا ومحتوى كذلك بكل بساطة وحتى للأشخاص الذين لم يسبق لهم ديرية في الديزاين أو التصميم لا تنسوا إخواني الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس وضغط على زر إعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وسأعيدكم أن هذه الدورة إن شاء الله سوف تكون دورة مميزة جدا فانتظروا الفيديو المقبل إن شاء الله